بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته العين حق العين يمكن أن تؤثر أيها الأحبة العين لها طاقة مدمرة أحيانا ولكن ليس للمؤمن بل للكافر الذي استحوذ عليه الشيطان مثل هذا الإنسان يمكن أن يكون بصره مضرا بالآخرين يحسد يعني بالتعبير العامي أصابه بالعين أي أنه نظر له نظرة حسد ونظرة من يريد الشر ونظرة من يريد زوال النعمة عن الآخرين سبحان الله هذا الموضوع أنكره بعض الملحدين العلم أثبت ذلك أيها الأحبة العلم أثبت أن العين لها تأثير ونحن تناولنا في دراسة سابقة اكتشاف العلماء لما يسمى بالحسد وأنه بالفعل له تأثير ولكن أنا اليوم أحب أن أتناول معكم بعض الآيات الكريمة التي تحدثت عن هذا الموضوع لكي نحذر على الأقل نأخذ معلومة يعني حتى لو لم تكن مقتنعا بهذا الموضوع لو لم تكن مقتنعا بتأثير العين خذ معلومة فقط من القرآن العظيم انظر أخي الحبيب أول شيء لدينا سورتين لدينا سورتان الفلق والناس ومن شر حاسد إذا حسد إذن هنا أخي الحبيب القرآن يقر موضوع الحسد ويقر أو يؤكد علينا أنه ينبغي أن نلتجأ إلى الله ما معنى أعوذ أي ألتجأ أي أحتمي أي أنني ذهبت إلى الله احتميت بهذا الإله العظيم وهو قادر أن يحميني من شر هذا الحاسد الحاسد كيف يكون لابد أن يكون بالعين الحاسد يرى نعمة عليك يتمنى زوالها الحاسد يتمنى لك الشر حتى لو كنت معدم فقيرا معدما يمكن أن يتمنى لك الشر يعني الحاسد ليس فقط للأغنياء وليس لذوي النعمة بل هناك بعض الناس وهم قلائل يعني الحمد لله لديهم هذه الخاصية السيئة جدا أنه يتمنى زوال النعمة عن الآخرين وبالفعل يؤثر لذلك علمنا القرآن هذه السورة العظيمة ومن شر حاسد إذا حسد السورة الثانية قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فأنت محاط بمجموعة من الشياطين الشيطان يوسوس لك بنص القرآن ويوسوس في صدرك ويزين لك عمل الشر ويجعلك تتمنى زوال النعمة عن الآخرين لأنه يريد ذلك لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هكذا قال إبليس طيب هل هناك آية تحديدا تتحدث عن البصر وتأثير البصر بعض الكفار أيها الأحبة يعني كان يحدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وينوي له الشر ويتمنى زوال نعمة الله عنه ويعني اتآمروا على قتله فكان هناك من العرب من هو معروف بقدرته الخارقة على أذى الآخرين من خلال عينه لذلك قال تبارك وتعالى في سورة القلم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون هؤلاء حاولوا أن يؤذوك ويضروك ويقتلوك أيضا من خلال أبصارهم إذن هذه آية صريحة تؤكد تأثير البصر ولكن الله سبحانه وتعالى حمى سيدنا محمدا أن علمه آيات أو سورتي المعوذتين فكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني سيدنا موسى عليه السلام أثر فيه السحر يقول تبارك وتعالى خيل إليه أي إلى سيدنا موسى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى الحبال هي حبال ولكن رأاها حية بسبب تأثير السحر والسحر يكون عن طريق العين قال تعالى عن السحر سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم إذن الاسترهاب والسحر يتم من خلال العين وبالتالي أيها الأحبة ينبغي أن نحذر ينبغي أن نأخذ معلومة العلاج بسيط جدا كل يوم اقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وهناك عبارات رائعة من القرآن أنا لا أتركها أبدا حقيقة قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كلمات قليلة أحفظها هي جزء من آية سورة البقرة كلمات أخرى جزء من آية أيضا فسيكفيكهم الله وهو السمع العالم فسيكفيكهم الله وهو السمع العالم كرر ذلك ويمكن لهذه الآية العظيمة التي أنا أعتبرها منهجا في حياتي قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هذه الآية أخي الحبيب تزرع في داخلك ثقة عظيمة بالله فأنه لا يضرك ولا ينفعك إلا الله لا يصرف عنك الشر إلا الله لا يرد عنك الخير إلا الله لا ينزل عليك الخير إلا الله إذن هذه الآية تجعلك تهدأ وتطمئن وتزداد إيمانا وتسليما بهذا الخالق العظيم نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر